يعني احنا شفنا مثلا في وسط البلد القاهرة الخيدوية وتجددها الحقيقة شيء فخم وجميل جدا 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 لكن حولنا مثلا هنا في هذا المبنى في مسبيرو في زمالك في جاردين سيتي يعني بنلاحظ انتهاكات كثيرة جدا جدا لما هو يعني يندرك تحت التنصيق الحضاري ولم يتغير يعني لو جينا قلنا ان مثلا تجربة وسط البلد هي تظافر ما بين رؤية الجهاز كرؤية تجربة ناجحة ليه لانها تشارك فيها العديد من الوزارات والجهات احنا الرؤية بتاعتنا اللي بينفزها هي وزارة الاسكان بالتعاون مع محافظة القاهرة اطراف مختلفة هل انتم محتاجين لسلطة تنفيذية هل يبقى افضل ويبقى فيه يعني شيء مضاف للجهاز التنصيق الحضاري احنا محتاجين اكتر لانه وضع انه كو جهاز فقط استشاري يعني هو ده ما بيقللش من دورنا ده على الاطلاق جهاز القاوم الكنصيق الحضاري لديه من الاساتذة في مجال العمارة والفنون والتاريخ والتخطيط خبرات مصرية لهم باع كبير في المجال ده وبالتالي رؤيتهم مهمة جدا مهمة جدا فاحنا اللي بنناشده ان رؤيتنا دي تكون ملزمة ملزمة هو ده اللي احنا محتاجينه وانا ضم الحقيقة رأينا لرأي حضرتك يعني انه فعلا ان تكون هناك الزام لما يصدروا الجهاز التنصيق الحضاري من ارشادات ده اللي نتمنى يعني احنا لان ده مدى استجابة المحليات يعني لو حيك بتقول احنا بنشتغلوا مع نقسات ذا وبيكتبوا وبيقولوا المحليات اللي هي المنط بها هذا التنفيذ مدى استجابتها بتتفاوت يعني ما قدرش عممها على المحافظات كلها ولكن في محافظات بتلتزم تماما باللي بنترحه وبنقوله وفي محافظات ما بتلتزمش باللي احنا بنترحه يعني شخصية المحافظ مثلا تختلف قد تكون قد تكون انها بتفرق في هل دي من ضمن الاهتمامات الاساسية في المحافظة ولا لا وبالتالي احنا يعني بنناشد ان احنا دورنا لان احنا اللي بنرسم السياسة احنا اللي بنضع للضوابط والمعايير وبالتالي اذا ما كانتش السياسة والمعايير دي هتطبق وحتتنفس في الواقع وحتبقى ملزمة ملزمة لكافة الجهات لكافة الجهات ده هيخلي شكل المدينة مختلف مختلفة ببالليل ان التجربة العملية لما تظفرت الجهود في رؤية لإعادة احياء منطقة معينة اتغيرت اتغيرت بعد ما حصلها بعض الانتهاكات والتعديات والتغير حدريك توصد اي منطقة؟ الخدوية مثلا منطقة الخدوية اللي هي القاهرة الخدوية الخدوية ليه تغيرت؟ لان في رغبة وفي تكاتف من سلطات كتيرة انها تغير الوضع القائم احنا لما كنا بننزل قبل كده ونشوف شكل المحلات والتعدي على الوجهات وتغيير طبيعة المباني علشان نتعامل مع المشكلة دي احنا بنمر بخطوات كبيرة جدا ده الحقيقة هو اللي حصل يعني شيء جميل جدا جدا نرجو انه يتكرر